حياكم الله أحبتي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في تغطية لمباراة اليوم ما بين منتخبنا الوطني العراقي مع نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة تصدح فيها كل أصوات العراق والعراقيين يلا يا عراق لبيك يا عراق آملين متأملين بفوز ساحق من المنتخبنا الوطني العراقي على نظيره المنتخب الكوري الجنوبي وبالتأكيد مستمرينوا ياكم لقطة بلقطة ولحظة بلحظة لحين أن ننفوز على المنتخب الكوري الجنوبي وبالتأكيد نهني ونبارك لجميع الحضور اللي اليوم متواجدين بهذا المكان تحديدا مؤازرة لمنتخبنا الوطني العراقي فدعواتنا ودعواتكم بفوز منتخبنا إن شاء الله وخليكم يا أنا موسيقى موسيقى حبثي المشاهدين من بعد ما انتهى الشرطة الأول بابين المنتخب العراقي والمنتخب الكوري الجنوبي نشاهد أجواء الصمت تهيمن على هذا المكان تهيمن على مشجعين المنتخب العراقي اللي جاءوا اليوم تحديدا في هذا المكان لمؤازرة منتخبهم المنتخب العراقي من أجل الطموح ويأملون بالفوز على المنتخب الكوري الجنوبي لكن انتهت نتيجة مباراة الشوطة الأول بنتيجة واحد صفر ضد منتخبنا الوطني العراقي خلونا نشوف آراء الناس ما بين الشوطين ونشوف شنه هي آراءهم شنه اللي صارتنا اللعبة شنه رأيهم وشنه آمالهم بالشوطة الثاني إنه اللي راح يتغير إن شاء الله فنشوف الستة هنا نقول لك حياتش الله ست شون الصحة سهلا وسهلا ياهلا مرحبا أشوفت من هس الحزن مراسيمة على وجهك مبينة يعني إذا أقول لك أنا دمعة عيوني وردبتشي والله يعني أحنا اللي طالبي من المنتخب العراقي إنه يفرح الشعب العراقي بصراحة يعني أنت تعرف الظروف الأمنية وتعرف الوضع في العراق وخاصة تنهس الجو والبيئة وهذا الكبرية والدخان فأني أتمنى فرحة من نواعيبنا يطونا ولو هدف واحد زيانة مواحد الريد بس واحد هل تكتفين بالتعادل؟ أتمنى أتمنى عمود هالدمعة اللي بعيني تروح والله يعني أنا كل شي يعني لشوف الأجواء إحنا جاينا نريد نفرح وأتمنى بالشوطة ثانية يجبونا هدف أتمنى من الله قول يا رب دمعة تشغالي أكيد يعني إذا جابوا هدف غير أقوم وهلهم وعد وعد والله وعد يعني أنا راح أبقى وتابع وياتي المباراة وإن شاء الله هذا أمل كل عراقي إذا فاز المنتخب فراح أجي عليك مباشرة شا تسوي هلهل أي والله هلهل حبيبي حبيبي إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله يا رب تسلم يا حبيبي يا رب خليك ألو عمي شابتين مشاهدين مثل ما نشوف دمعة سدغالية جدا هذا أمل كل عراقي أمل كل عراقية اليوم بالفوز بهذه المباراة مباراة صعبة مثل ما نعرف المنتخب الكوري الجنوبي فريق قوي لكن منتخبنا أكيد ما راح يخيب آمالنا وما راح يخيب آمال مشجعي ومحبي اللي ينتظرون الفرحة ينتظرون هذا الشعور بالنشوة بفوز المنتخب العراقي فإن شاء الله إحنا مستمريين نتابع شوط الثاني اللي راح يكون به تغيير وقوّل العراق قوّل العراق وين الهلهولة الهلهولة ووووي واوو مijah دمعت أيني مراحة دمعت أيني مراحة والله الله شهر عبت المشاهدين أثناء ما احنا جاين نصور قلت له أنه أريد شتى وعديني أنه إذا سجل المنتخب العراقي هدف فراح تهلهل أريد شتى أيني تلهلين أثناء ما ناخذ الهدف طبعا جاء الرد سريع هدف مباشرة يعني دمعتها فعلا بها حوض يعني مباشرة أثرت على المنتخب الكوري الجنوبي يجي الهدف بأول دقيقة من انطلاقة شوط المباراة الثاني آملين ومتمنين بفوز ساحق يفرح ستنا العزيزة هنا ويفرح جميع الجماهير وحق الله دمعت بها حوبة شفت؟ يحوبة والله جابة وقال يمفد والعينك ويخليك الأمك يا أيمن حبيبي وكل الفريق اي والله بعدها الهين ننتظرها الأهل بعدوية لهداف الجنوبي هدف ثاني يا رب حبيبي عبات المشاهدين دمعتها إلى حوبة حرفيا بأول دقيقة من انطلاقة شوط المباراة الثاني جاء الرد السريع والهدف عن طريق أيمن حسين وهل يخفى القمر هداف فريق المنتخب العراقي مستمرين ياكم في تقضية هذه المباراة آملين متمنين بفوز المنتخب العراقي على نظيره المنتخب الكوري الجنوبي فبتأكيد خليكم يعلم منتخبنا الوطن العراقي دي يضغط دي يسوي اللي علي إن شاء الله الله ما يضيع تعبهم إن شاء الله الله ما يضيع جيت هاي الجماهير ومؤازرتهم المنتخبون الوطني العراقي آملين متأملين بفوز منتخبنا الوطني خليشوف آراء المشجعين اللي حضروا اليوم بهذا المكان تحديدا ونشوف شنو رأيهم وشنو استريح استريح خلنقعد شنو رأيك والله دعا اللعبة دي تشوف أنت جاي سر بينا تهدينا زيان هاي برأيك المنتخب الوطني كهجوم دي يهجم دي يحاول لكن أحبتي المشاهدين الهدف الثالث حاليا أكو أمل والله يعني ما أعتقد أكو أمل بصراحة لأن السحالية نحن بالدقيقة ثمانين وثلاثة واحد على العراق يعني تمثل مدى تشوف خلل وين برأيك الخلل أكيد بالتشكيلة لأن التشكيلة متحسة نظامية لأن الدفاع الدفاع مو قوة هجوم مركزوا على هجوم أكثر من الدفاع أولهم سويا بتساوي مثلا مركز على الدفاع أكثر ما رح يأخذون هاي النقاط وإحنا نعرف وعدنا سوابق ويا كوريا يعرفون هذا الشيء المفروض ما ركزون على هذا الموضوع لأن كوريا فريق قوي مو صعب مو مسهل عفو بالطبع حظ أوفر المنتخبنا هذا اليوم شاهدنا المباراة حزننا هواية وأيضا الجماهير حزنه شاهدنا الدموع والألم والحسرة كنا نتمنى أن المنتخب يفوز هذا اليوم يفرحنا تعرف الأزمات اللي موجودة بالمنطقة وبلدنا وأيضا التلوث اللي موجود بغداد تحديدا الكبريت وروائح اللي تنبعث فهي اليوم الكل منتظر هذه الفرحة بس مع الأسف بس المهم منتخبنا أدى مباراة جيدة لأن تعرف أنت هو لعب بكوريا وعلى الأرض الكورية والجماهير الكورية فإن شاء الله نتمنى له حظ أوفر لكن على المدرب أنه يعمل إحساباته لأن المباراة الجاية مع الأردن راح تكون صعبة جدا فنتمنى الفوز نتمنى الفوز أكيد إذا تكون أو يكون المدرب له خطط يعني ربما ينقذنا يعني نحن نريد ننفوز بصراحة في أي طريقة نريد ننفوز وإن شاء الله يقدم منتخبنا الأفضل إن شاء الله ونتمنى نسعد يعني ليش ما نسعد كل شيء متوفر لهم ودعم رئيس الوزراء يعني بصراحة للفريق والمدرب وأيضا كل الدعم لهم وعدنا عدنان درجال وعدنا يعني شخصيات مهمة جدا تدعم لواعبنا وتلعم فريقنا فهذا ينطيهم طابع وحافز للفوز وبعيدا عن كل هذا جمهور قوي جدا جمهور عراقية اليوم الكل تارك شغلوا تارك يعني بصراحة عملوا وقاعد يتفرجوا على المباراة كنا نتمنى الفوز لكن هذا أوفر لمنتخبنا دعواتكم أمهاتنا خواتنا كل الشعب العراقي دعواتكم لأسود الرافديين بالمباراة القادمة أن يؤدون أفضل ويحققون الفوز الساحق بعونه تعالى إلى هنا انتهت تقطيتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات كادرنا المتألق وإلى لقاء آخر في أمان الله